موسيقى مساء الفل وحاشتونا يارب تكونوا بخير أول حاجة عايز أقول لكم إن من غيركم مفيش قصة حقيقية عشان أنتوا الناس الحقيقية بفضل ربنا وبفضل ثقاتكم ومحبتكم برنامج قصة حقيقية بيتعمل منه موسم خامس بعد أكتر من 150 حلقة شفنا فيهم كل أنواع الحكايات اللي ممكن تخطر على بالكم أو حتى ما تخطرش على بالكم وكلهم قصة حقيقية عيشة معانا أبطالها هو أنتوا وده أحلم فيها إن أبطالها ناس شبهنا ممكن جدا يكونوا جزء من حياتنا سواء أهالينا أو زميلنا أو صحابنا أو ناس شفناهم في أي مكان عام بس خلينا متفقين إن أول شرط عشان تكمل القصة لازم يكون فيه تواصل من غير ما نتواصل مفيش حكي ومن غير حكي مفيش قصة مع بعض هنتواصل ونتكلم ونحكي ونشكي ونفطفض ونحاول نحل هنسمع كل الحكايات والمشاكل هنحاول نحلها مع بعض أي إن كانت هي إيه في قصة حقيقة هنستقبل حكاياتكم في برنامج قصة حقيقية أينما كنتم لو عندك قصة وعايز تتواصل معنا تقدر تبعت لنا قصتك مكتوبة أو متسجلة أو متصورة على منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتقدر تبعت قصتك واتساب أو تليجرام على رقم البرنامج ولو عايز تخفي اسمك وهويتك تقدر تبعت لنا على الرابط ده اللي بيضمن لك سرية معلوماتك الشخصية حتى عن اللي هيستقبل رسالتك قصتك هي برنامجنا المهم تكون قصة حقيقية اتكلمنا كتير عن ناس حياتها وقفت بعد وفاة أقرب الناس لها وحاولنا ننصحهم إزاي يتجاوزوا الصدمة ويتصلحوا مع حقيقة الموت اللي محدش مننا ممكن يارب منها مهما طالبي العمر بس كلامنا دايما كان موجه للكبار للناس البلغة العقلة اللي ممكن يستوعبوا نصايح خبر نفسيين ويتكلموا عن الصحة النفسية اللي بنستضيفهم هنا عشان يساعدونا في حل أي مشكلة لكن علي علي بضل قصة حقيقية النهاردة مشكلته إنه لصة طفل صغير مش مستوعب يا حبيبي إيه اللي بيحصل بالزبط وأهله مش عارفين يقولوله هيقولوله إيه وإيه الإجابة المناسبة على الأسئلة اللي ما بتنتهيش وعشان نفهم إيه اللي حصل بالزبط دعالوا نشوف مامتو بعدها لنا تقولنا إيه اسمي ريهام وعندي 28 سنة وعندي طفل وحيد اسمه علي عنده أربع سنين قبل ما ارتبط بجوزي ما كنتش موافقة عليه بحكم إنه هو من القاهرة وأنا من الاسم علي كنت رفضة فكرة الاختراب وإني أعيش في محافظة تانية غير لتربيت فيها وعيشت فيها عمري كله وأنا بحب اسمه عليها جداً عشان شوارعها الواسعة الجميلة اللي كلها خضرة وشجر وكان فيه سبب تاني سبب تاني للرفض إن حماية ساكن في نفس العمارة اللي فيها شقة جوزي وده كان مخوفني من فكرة إنه يتدخل في حياتي وتحصل بيني وبينه مشاكل كتير بس سبحان الله حماية هو اللي كان السبب إني وافق على الجوزي ومش مبلغة لو قلت إني وافقت عشان خاطره رزق ما شاء الله كان إنسان بجد فوق الوصف مثقف وحكيم كل حاجة عايز يوصلها لللي قدامه يقوم يحطها في صور القصة توصل المعنى بشكل غير مباشر بدون عتاب أو نقد أو تجريح وقعدته كانت ما يتشبعش منها حنية الدنيا كلها فيه ومع زياراته الكتير لينا وكلامي معاه عارف إزاي طمني ويقنعني خصوصاً إن زوجته كانت متوفية وقال لي ما تفكريش إن الجاية تسكني في بيت عيلة كميني ساكن معاكم في نفس العمارة أنا هبقى في حالي ومش هختلط بيكي إنتي وجوزك كتير بس أرهنك إنك إنتي اللي هتحبي قعدتي وهتطلعي كل شوية عشان توعودي معايا ولو ما حصلش أوعدك إني هكون في حالي فتأثرت جداً بكلامه ده غير إن جوزي بصراحة كان بيه حبني ومتعلق بيه جداً فوافقت في الآخر بعد ما ماما وبابا قالوا لي عمرك ما هتلاقي حما زيه وفعلاً لما جيت عشت هنا في القاهرة وقربت من حماية أكتر شفت إنسان عمري ما شفت زيه في حياتي تدين وأدب ولباقة وكل سكان العمارة وأهل المنطقة بيعتبروك كبير بتاعه ودايماً بيلجأوله عشان يحل مشاكلهم ده غير إنه كان راجل رياضي ومش مدخن وبعد أول سنة جواز خلفت ابني علي اللي كان آخر أحفاد حماية بس كان المركز الأول في قلبه من بين كل أحفاده كان متعلق بابني بشكل مش طبيعي لكذا سبب إننا سمنا علي علي على اسمه وكان شبهه الخلق الناطق كأنه نسخة منه ولسبب مش فهمه ابني تعلق بيه وحبه من أول يوم اتولد فيه لدرجة إنه حماية أول ما يشيله كان الولد بيسكت وينام مع إنه كان زنان ودايما بيعايت معانا أنا وبابا وأول ما يشوف جده يبتسم له وعينه ما تنزلش من عليه ما كانوش بيفترقوا أبدا وجده كان مألف أغاني كتير جدا لابني وملحنه له وكل شوية يغنيها لحد ما الولد حفظها وبقى يغنيها معاه زي ما شفنا كده عبد المنع المدبولي لما كان بيغني لحفيده أغنية الشاطر عمر كان حماية عامل مع ابني زي بابا نوال أي أمنية ابني بيتمنها كان لازم جده يحقق أهاله أي لعبة يبص عليها في نفس اليوم تكون عنده وكل شوية لعب وهدايا ومفجئات كان بتخلي ابني يطير من الفرحة واللي ساعد كمان أن ابني يتعلق بجد بجده جدا أني كنت محتاجة حد يقعد بابني بحكم أني بنزل الشغل فحماية هو اللي رب الولد أكتر مني ومن باباه ولما كنت أنا وباباه نزعقله كان على طول يجري على جده اللي كان بيبهدلنا وما يسمحش أبدا إن حد يزعله لحد ما جي اليوم المشؤوم ومات حماية بسكتة قلبية بدون أي مقدمات فجأة مسك قلبه وطب ساكت وقدرت أنا وجوزي نخبي على ابننا إن جده توفق سبناه مع الولاد مع ولادنا الصحابنا لحد ما خلصنا إجراءات الدفن والعزم وبعدها بابا وماما خدوا الولد عندهم في اسم عليا خدوا فترة عشان ما يحسش بحاجة طب وبعدين دايما بيكون في القصص لازم توف على حتة كده قلبك يوجعك معه لازم يبقى في مشكلة في القصص عشان نحاول نحلها بس ريهام ممسير الولد هيسأل على جده وأكيد باباكي ومامتك مش يفضلوا واغدينه عندهم كتير ده غير إنك بتقولي إنه عنده أربع سنين يا حبيبي يعني سنه بقى سنة حضانة لازم هيدخل المدرسة هاملتوا إيه في المشكلة دي تعالوا نكمل ابني كان زي ما يكون قلبه حاسس لدرجة إنه كان كل شوية يكلمني من عند بابا ومام ويقولي عايز أكلم جده معرفش كان تصرف صح ولا لأ إن يقوله إن جدك جات له سفارية مهمة هو باعث لك السلام ده غاية ما يشوفك وبيقولك إنه هيجيب لك لعب وحاجات حلوة كتير من اللي أنت بتحبها وبعد إسبوعين رجع ابني من عند بابا وماما مجرد ما دخل الشقة لقيت في عينه نظرة غريبة أول عمري ما هنساها نظرة بتقول إنه قلبه مقبوض وحاسس إنه فيه حاجة غلط وقعد يقوله هو جده فين أنا عايز أعرف إزاي ما بيتصلش يسأل علي فضلي عايض كتير قوي من حد ما طلعنا شائد جده وأول ما دخلها لقيته بيكلم الحطان وقعد يقوله انت روحت فين يا جده ليه ما بقيتش تسأل علي إزاي تسافر من غير ما تقولي أو تخدني معاك وبص على صورة جده المتعلقة على الحيط وقال واحد تاني قوي جده أنا وبابا مسكنا نفسنا من العياد بالعافية بس خلاص ما بقناش قادرين نخبيه أكتر من كده وفي نفس الوقت مرعوبين مرعوبين من فكرة إننا نصر حبل اللي حصل فالولد يحصل له حاجة خصوصاً إنه كل يوم بيصعب علينا الموضوع أكتر من يوم ما جده توفى وهو بيدور عليه في البيت كله كل ما يشوف حد يقول فين جده بعد ما نفطر يقول هروح أصاحي جده لو حد نمسك موبايل جده أو سعته يفضل يزعق ويعيط وياخدها يحطها مكانها لما يلاقي أحد بيتكلم في التليفون يروح يكلمه ويقوله هات جده معاك هات جده معاك وانت جاي وكل شوية يقول أنا زعلان عشان جده نسيني وما بقاش يسأل علي حاولت أشغل وقته بحاجات كتير لدرجة إني بقيت بيديره الموبايل اللي كنت مستحيل أدهوله زمان وبرده مفيش فايد ابني نوم وتشقلب بقى مش بينام بالليل وبينام طول النهار بقى عصبي جداً مش بيأكل وخس جداً عن الأول واللي زاد وغطى إن بنت عامته عندها حوالي سبع سنين مرة كانوا عندنا والبنت وقعت بالسانها كانت لسه هتقول إن جده توف لولا إن كلنا غلوشنا على الموضوع موتها زعاقت لها وبقيت حاسة نتيها مش عارفة تصرف إزاي ياريت تساعدوني وتدعو لحماية بالرحمة كان ناما الجد والحما أكرمني وأكرم ابني ما شفتش منه غير كل خير لحد هنا وخلص صدق الستري هام يمكن ربنا يكون جعلنا سبب إن إحنا ندعي الراجل جميل زي ده راجل سايب بأثر حلو دايماً يقولك الإنسان سيرة وسيرته بتفضل بعد ما يموت الله يرحمه ويعفو عنه ويقانس وحدته في قبره ويجعله يعني روضته من رياض الجنة يارب لحد هنا وخلصت القصة وإحنا بنحاول نشوفها نعمل إيه الرسالة تزعل بس كنت مبسوطة أن أنا هتكلم فيها لأنها بتحصل كثير محيرة جداً إذا كان الكبار بيتعبوا يكتئبوا ياخدوا مضادات اكتئاب أو مهدئات وعدد منهم ما بيعرفش يتصالح ولا يتقبل حقيقة الموت أو فرق أقرب الناس وأغلى الناس ليه منهم بيدخل في متاهة ودوامة واكتئاب وأدوية لدرجة أنا واحدة من صحابنا لسه شايفة أن هي بتقول أنا بدأت تتصالح مع موت أمي بعد خمس سنين من وفاتها الله يرحمك يا أم بعد خمس سنين ده طفل عنده أربع سنين طب هنأعمل إيه مع طفل متعلق بجده التعلق الكبير ده نصرحه مش عارف أنا أول مرة أعطل مش عارف طب لو نهار واكتئب أو حصرت له صدمة أو أثرت عليه في حياته قدام طب نخبي عليه برضو مش عارف ده غير إنه مش مضمون رد فعله وما فيش حاجة بتستخبع على طول طب الموقف اللي حصل مع بنت أميته اللي عندها سبع سنين ممكن يحصل زيه في أي لحظة والولد يعرف بشكل مفاجئ وساعتها ممكن يزعل منهم هيفقد السقة في بابا ومامته اللي خبوا عليه أنا يمكن ما عنديش معلومات كتير عن الأطفال بس طول ما نعايشة بتعلم فالناس ممكن تقولك تم ما دي قصة عن الأطفال مين مننا فعلته ما عندوش أطفال لو إحنا هنا بنحاول نتعلم كلنا إنه في قصة حقيقة مش قصة شاب ومرهقة أو عيلة أو زوج وزوجة أكيد فيه أطفال لازم نهتم بيهم عشان هما دول المستقبل فنتعلم كلنا ونحاول نحل اشتركوا في القناة